وزير الصناعة دكتور عيمات حب الله أهلاً وسهلاً بك في نيوز جيت أهلاً فيك نبدأ بالحدث الجديد وهو تشكيل فريق عمل للإعلام الصناعي مع وزارة الإعلام حدثنا أكثر عن هذا الحدث الله كان ساعديني اليوم كتير أنه التعينا بوزيرة الإعلام زميلتنا بخصوص عمل مشترك ما بين وزارة الصناعة ووزارة الإعلام يعني بموضوعين أساسيين واحد منهم هو دعم الصناعة اللبنانية عبر الإعلام اللي بيدعم الصناعة من برامج ودوكيمنتاريز دراسات وعمليات توعية عن الصناعة اللبنانية بشكل عام أما القسم الآخر منه اللي هو فيه إله أهمية كبيرة هو كيفية دعم ما نسميه بالصناعة الإعلامية أو صناعة المحتوى اللبناني واللي هو عمل إنتاجي تشجيع الإنتاج الإعلامي والذي يتلاقى مع احتياجات المجتمع اللبناني والمشاهد اللبناني كما نهدف إلى أن يكون هذا الإعلام أو هذا المحتوى ملبياً لتطلعات وطلبات المجتمعات الأخرى وبالأخص المجتمعات العربية يعني بالنهاية إنتاج ودعم الإنتاج الإعلامي بشكل عام عبر التعاون ما بين الوزارتين ومع الإعلاميين ووسائل الإعلام وكليات الإعلام في الجامعات اللبنانية المختلفة معالي الوزير من الاقتصاد الرائعي إلى الاقتصاد الإنتاجي ما هي أدوات الانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجي وهل لبنان يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا شك أنه اللبنان مؤهل ونتحدث عن الانتقال من الاقتصاد الرائعي إلى الاقتصاد المنتج شو عم نقول؟ عم نقول يجب على لبنان أن يغير سياسة الاقتصادية بشكل كامل ويوجهها وبدل أن تكون سياسة اقتصادية تعتمد على القطاع المالي والقطاع الخدماتي أن يتوجه لبنان لأن يكون معتمدا أكثر وأكثر على الانتاج إن كان الانتاج الزراعي أو الانتاج الصناعي أو حتى السياحة لبنان قادر بالطبع على هذا العمل كيف تعملون على تحقيق هذا الأدف؟ الهدف بسيط جدا أن يتحول كل لبناني ولبنانية إلى منتج ومنتجة في هذه الأجواء كوزارة صناعة كوزارة صناعة نحن هدفنا بسيط جدا هو أن نعود إلى طبيعتنا الأساسية ما عليش ما بدي أرجع بالتاريخ عادتنا عادتنا ما برجع بالتاريخ بس الأول مرة رح أرجع بالتاريخ نحن بلبنان بدأنا بدأنا الصناعة الأولى صناعة المراكب صناعة الأحرف وتطورنا عبر العصور لأن نذهب عبر البحار لكل المناطق بسبب صناعتنا من هون نحن مؤهلين نحن عندنا الكفاءات اللبنانية إن كان من لبنانيات أو من لبنانيين عالية جدا تسمح لنا أن ننتج حتى في الزراعة في الصناعة أن ننتج في قطاع الإعلام أن ننتج في قطاعات الصناعات الأخرى مثل التكنولوجيا والبرمجيات والمعرفة اللبنانيات واللبنانيين مؤهلين جدا أن نكون في طليعة المنتجين في المنطقة وفي العالم معالي الوزير بالحديث عن دعم الإنتاج المحلي كان لكم جولة مع وزير الصحة على مصانع إنتاج الأدوية كيف تعملون على دعم هذا المنتج؟ أولا بتهيئة الأجواء يعني الثقة أساسية جدا بكل ما نقوم فيه إعادة الثقة إلى القطاعات المختلفة وبالأخص إلى القطاع الصناعي زيادة التحفيزات لمن ينوي الاستثمار من هون عم نزيد من التحفيزات من ناحية الإعفاءات اللي ممكن نعطيها من ناحية الدعم اللي ممكن نعطيه للصناعيات والصناعيين ما نوع الدعم؟ يعني سن قوانين؟ نعيد سن قوانين وتشريعات أحد القوانين اللي مر عبر اللي جان في مجلس النواب يتعلق بدعم الصناعة اللبنانية أقله بما خص المناقصات في الدولة اللبنانية دعم الصناعة عبر قوانين ومرسيم تساعد على خفض الرسوم بالنسبة للواردات لواردات الموارد الأولية بالنسبة للصناعة خفض الرسوم بالنسبة أو إلغاءها كليا بالنسبة للصادرات اللبنانية طبعا بالإضافة لهذا تخفيف الأعباء تخفيف كل ما يجب القيام فيه ووضع مكان واحد لأن يتوجه إليه الصناعي أو الصناعية منشان يجيبوا ترخيص جديدة أدمع ترخيص يحصلوا على التجديد وكل ما يحتاجونه يحتاجونها من هذه الناحية نحن نقوم بتسهيل الإجراءات بعض التشريعات الجديدة بما خص الرسوم والجمارك ورسوم الجمارك بشكل عام وبالطبع خفض أو أعفاءات تخص ضريبة الدخل على الفرد ضريبة الدخل على الشركات أعفاءات بما خص الضمان الاجتماعي وبعض الأعفاءات الأخرى يعني نقوم بكل هذه الأمور بالإضافة إلى شيء آخر وهو بالفعل بعض من الدعم المادي يعني لدينا بعض المشاريع سنطلقها خلال الشهر القادم التي تعتمد أولا وأخيرا على إشراك البلديات واتحادات البلديات في المشاريع الاستثمارية دعم من قبل الدولة اللبنانية عبر بعض الأموال والسيولة وبالطبع الناس صارت عارفة أننا ندعم من ناحية السيولة وتأمين السيولة للصناعيين تحدثتم قبل فترة عن خطط أيضا من باب الحديث عن الدعم دعم لصغار الصناعيين كيف يكون شكل هذا الدعم؟ سيكون هناك نوعان من الدعم يحكينا عن التحفيزات هذه أكيد أما النوع الثاني خلال المدة وكمان الشهر القادم إن شاء الله سنتوجه إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص الشركات اللي عندها أقل من عشرين عامل في المصانع ومنعطيهم دعم مادي للمحاولة لمحاولة الحفاظ على هذه المؤسسات الصناعية وللمحافظة على فرص العمل للصناعيين اسألتيني من شوي عن الدواء دعم الدواء لأنه دعم أساسي لبنان يستورد ما لا يقل عن 1.1 مليار دولار من الدواء يجب أن تكون هذه الفاتورة أقل بكثير مما هي الآن من هون نحن نشجع المصانع وبالأخص أنه مصانعنا عندها كفاءات عالية معترف فيها دوليا عندنا أحد المصانع اللبنانية مثل مصنع أروان اللي حصل في المدة الأخيرة على شهادة اعتراف بمختبره للقيام بالاختبارات الضرورية بالنسبة للأدوية من هون لحيصير محجة للكثير من مصانع الأدوية التي ستحتاج إلى هذا المصدع للاختبارات والتأكيد على أن الأدوية التي ينتجها هي أدوية صالحة ولها أعلى مستويات الجودة يعني نحن ندعم هذا التوجه بشكل كبير وسنقوم بالمساعدة من ناحية الاتفاقات ما بين لبنان والخارج إن كان على مستوى التبادل التجاري أو على مستوى الترويج طيب متى سيلمس المواطن هذه النتائج؟ يعني دائماً المواطن بيسمع حكي وبرامج وخطط وإنجازات بس ما بيشوف شيء على الأرض يعني يعني بالنسبة للنتائج نحن لا شك أن المواطن لازم يكون عم بيحس بها الوقت بأقل له ما قمنا به بالنسبة لتخفيف الأسعار ما قلنا جميل بالقصة بس الحقيقة الأسعار كانت ارتفعت بشكل كبير قمنا مع وزارة الاقتصاد ووزارات الأخرى على بعض الأمور ببعض الأمور اللي أدت وستؤدي إلى انخفاض الأسعار في الأسواق بشكل عام طيب بالحديث معالي الوزير عن هذا الموضوع فيه السلعة الغذائية الموسعة اللي سلنا شهر منسمع فيها أنه حيلمس المواطن قريباً انخفاض بمائتي سلعة قريباً لم نشهد هذا الأمر يعني ما تنسي أنه القرار اتخذ نهار الجمعة الماضي الجمعة الماضي لليوم نحن خمسة أيام الحقيقة نحن ناخد قرار الدعم هذا هذا بما يخص مشتريات الجديدة بالطبع إذا جايتنا نحن بالبواخر ما حتشوف نتيجها قبل أسبوعين بشكل عام عشر ديام لأسبوعين أنا أمل أنه بداية الأسبوع القادم تشوف الأسعار اختلفة ولكن الحقيقة بدأت الأسعار بأنه تنخفض بتلاحظي أنه بعد ما وصل سعر كيلو اللحم لنقول خمسة واربين ألف أو خمسين ألف رجع نزل للأسبوع بس اليوم السعر اللحم في كثير من المناطق انخفض إلى ما دون 30 ألف ليرة يعني بدأنا نلاحظ أعطيك هذا كمثل ملنوس يلمسه الكثير من اللبنانيين يعني هذه الأمور التي تركت لنا كتركة ممن سبقنا كان لابد من التعامل معها ولن يعني نوحي لأحد بأن الأمور بسيطة أو تأخذ قليل من الوقت الأمور تأخذ الكثير من الوقت لأنه نتعامل مع منظومة أفلسة كل شيء حرقة كل شيء ونحن نحاول إحياءها لإحياء الاقتصاد اللبناني بشكل عام بد وقت ولكن نقوم بكل ما يلزم ونحن أبوابنا مفتوحة والهواتف والمواقع الاجتماعية منقول للعالم تصلوا فينا إذا في خطأ يرتكب نحن نصلحه إذا في نصيحة نأخذ بها ونحن نحاول ببعض المحلات يمكن مش عم ننجح أو ببعض المحلات نتمنى لو كان النجاح أكثر من النجاح اللي عم نقوم فيه ونحن مصرين على المتابعة وإن شاء الله كمان هذه الأمور بيبدي لمسوها المواطنين بشكل عام بأسرع وقت إن شاء الله قريبا طيب لتحقيق دائما ما تنادي به الأمن الصناعي يجب أن تتكاتف الجهود مع أكثر من وزارك وزارة البيئة وزارة الاقتصاد وزارة الزراعة هل هناك خطة تعملون على تحقيقها من أجل تحقيق هذا التكامل؟ وخصوصا فيما يتعلق تحديدا بوزارة الطاقة يعني إذا ما فيه كهرباء ما فيه صناعة ما فيه إنتاج لا شك أنه التعاون بين الوزارات قائم منذ زمن بعيد وبالأخص الأسبوعين الماضيين وبالأخص الأثنين الماضي يعني من يومين التقيت بمعالي وزير الطاقة من جديد واتفقنا على بعض الأمور بمخص الحصول على الطاقة بأرخص الأسعار وعلى إمداد جميع المناطق اللبنانية بطاقة تأمين الطاقة يعني وتأمينها بحيث أنه تزداد ساعات التغذية وكمان عندنا ينخفض تنخفض الكلف على اللبنانيات واللبنانيين كمان يعني كمان ما حنوحي بما لا يمكن الإحاء فيه ونحن نعمل على هذه الأمور التعاون قائم الخطة الكهرباء قائمة مع بعض التعديلات التي تشرف عليها في وزارة الطاقة هدفنا أنه بأسرع ما يكون يصير في عنا قانون يرعى هيئة النفط يصير في عنا قانون يأهلنا أنه نشكل هيئة النفط وبنفس الوقت نذهب بأسرع ما يمكن لتنفيذ خطة الكهرباء ومن ضمنها تأمين محطات في البلد لتأمين التغذية الكافية وبالطبع نقوم نحن بالوقت الحالي عبر قنوات مختلفة بتأمين الفيول ليأمننا إن كان بالنسبة للاستعمال الشخصي أو بالنسبة لمحطات الكهرباء أو بالنسبة للصناعيين هذه حركة نقوم فيها عمليات العصر التي يحاولون يأمون فيها بعض الدول وبالضغوط على دول أخرى بحيث يحاصرونها اقتصاديا تؤثر ولكنها لن تنجح بأننا توقف عن القيام بكل ما يمكن القيام به لتأمين الحياة الأنسب والأفضل للشعب اللبناني طيب الحديث عن الحصار هناك دائما كلام عن التوجه شرقا وهذا الكلام لا ينتهي معليك يشير إلى أن الأمر يأتي من باب الشراكة الاقتصادية والصناعية هل هذا الحديث المتكرر عن التوجه شرقا يأتي في إطار فك هذا الحصار أم هو فعلا سيتم البد فيه؟ هو بالفعل كلام هدفه قيام اتفاقات يعني عقد اتفاقات ما بين لبنان والدول الشرقية ليس لإحلال أو لتحل محل الاتفاقات مع الدول الغربية ولكن لتنويع المصادر اللي هو شيء نحن واجبنا نعمله بكل الظروف سأبت أنه بهالوقت بنفس الوقت في عندنا الحصار يعني نحن يجب علينا أن نأخذ هذه المبادرة لفتح الأبواب المختلفة أمام الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية لإيجاد بعض الخيارات الأخرى التي تؤدي الغرض في هذه المرحلة بمرحلة الحصار وما بعد الحصار لأنه برجع بقوله مثل بقوله كل مرة الدول الغربية نفسها تتعامل مع الشرق وما ممكن لإنسان عاقلي كان في الدول الأخرى أم في لبنان أن يتوقع أن لا نذهب بهذا الاتجاه هلأ يمكن حالة لبنان استثنائية من باب الحصار والخنق فهل تعرضتم هلأ الآن إلى ضغوطات من باب التعامل مع الشرق هل هناك يعني دائما في خوف من كلام المزيد من العقوبات هل هذا يرعبكم ما في شي بيرعبنا نلاحظة شوي الشعب اللي قاوم ما ممكن يخضع على حصار ولا يمكن يتراجع قدام حصار نحن سنفتح الخيارات سنترك الأبواب مفتوحة أمام الغرب والشرق ليتعامل بالندية مع لبنان وبنفس الوقت نحن مش هدفنا أن نتخلى عن الغرب هدفنا أن نكون بوضع أفضل وكل ما يخدم الشعب اللبناني سنقوم فيه وسنتوجه شرقا وغربا وبكل الاتجاهات اللي بتخدم الشعب اللبناني مصلحة اللبنانيين واللبنانيات أولا وهذا كل ما نقوم فيه الحراك الدبلوماسي والعسكري ومجيء قريبا وزير الخارجية الفرنسي لودريان في أي إطار تضعه؟ نحن نرحب بكل زائر يهدف إلى إقامة علاقات جيدة ومساعدة اللبنانيين على الخروج من الأزمة هل هم بإطار هذا الأمر؟ نرحب بكل زائر إن كان الموفد أو رئيس الوزراء الفرنسي أو وزير الخارجية الفرنسي أو وزير الخارجية القطري أو أي سياسي دبلوماسي من أي بلد إن كان طالما أنه هدفهم هو خدمة المصالح المشتركة ما بين البلدين وطالما أنه نتيجة التعامل معهم هو خدمة لللبنانيين وبرأيي أنا كل المعلومات عندي بتشير أنه تحرك فرنسا وقطر والكويت والعراق والصين والشقيقة السورية كله يذهب بنفس الاتجاه هو لمساعدة اللبنانيين على الخروج من الأزمة ونرحب بكل من يحاول ويعمل معنا في هذا الاتجاه معالي الوزير أنت متهم بالوزير المشاكس لماذا هذا الاستهداف لي ما تحب الله للأسف صار الواحد إذا يقول ما يجب أن يقال يعتبر مشاكس يعني أنا أشاكس لأني لا أرضى بأي شيء قد يشك بأنه غير قانوني أو غير جدي أو غير عادل أو غير لبناني كل ما أقوم فيه في مجلس الوزراء هو رفع الصوت عند أي فرصة أجد فيها قد يكون هناك مدخل للخطأ الغير مقصود طبعا من زملائي وزميلاتي وسنبقى في هذا الاتجاه ولهذه ليست بتهمة بالنسبة لي لمشاكسة حلوية بكل حياته الوحيد هل الوزير هو وحده من هو المستهدف أم وزارة الصناعة خصوصا أنك دائما ما تقول أن المنظومة تحاول محاربة الصناعة اللي قالوا علي شيء يأخذوا مني بس يترك وزارة الصناعة والصناعيين ما نقوم فيه الآن هو تنمية الصناعة بشكل عام أو محاولة تنمية الصناعة بشكل عام خدمة الصناعيات والصناعيين وتحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج وعلى رأس الوزارات التي تقوم بهذا العمل هم وزارتي الصراعة والصناعة هم هجوم علي بأكثر أحيان أظن هو هجوم على التوجه لأن تكون هذه الصناعة وزارة الصناعة وزارة أساسية في الاقتصاد اللبناني لأنه من هو متضرر من الوزارة ومن الانتاجية والتحول من الريع إلى الانتاج سيكون ضد حركات الوزير حب الله وبعض الأحيان من هو متضرر من إصرار الوزير حب الله على أن يكون كل شيء شفاف وأن ننتهي من الزبائنية وأن ننتهي من الفساد طبعا هذا الشق لا بد أنه هو هجوم على عماد حب الله كوزير حب الله طيب من هم دائما ما نسمع يتم ترداد كلمة هم هم نواجههم سنواجههم من هم نحن نواجههم من هم كل ما قربنا إن كانوا لايك لقلك شو بدون هلأ يعني أنا أتلي بقلك مثلا أنه هناك منظومة تتألف من عد عدي معي واحد سياسيين اثنين زعمة ثلاثة مصرفيين أربعة ناس في القضاء خمسة يعني متعاقدين إذا بدنا نسميهم متعهدين ستة رجاء بعض رجال الأعمال وأنا وأتلي عم أذكرها الأسماء ما أقول كلهم لأنه كلهم يعني كلهم معناتها ما أم توجد تهمي لحدا ولا حد حاربي حدا بس لا كثيرين من اللي ذكرناهم يكونوا في مجال هم وهدول الأشخاص وبتلاحظين نحن كل ما تحركنا بإجراء من الإجراءات مكافحة الفساد تطلع الأصوات عنا بيصيروا يهبوا يمين وشمال ساعة أنت فيك تعديهم يعني اللي بيقلك مثلا التوجه شرقا مين قال التوجه شرقا خطأ يخيش أنت إذا عندك بديل يعطينا إياه يا أخي خلينا نفهم إذا واحد عنده بديل لأخ خياراتنا يعطينا إياها مش يأوص عليها نحن عم نقوم بهذا الاتجاه مش تغييرا للنظام نحن مع النظام الحر ولكن نحن نقوم بهذه الأعمال لحتى يكون وضع اللبنانيين بشكل عام أحسن ولرفع مستوى الصناعة في لبنان أو الزراعة في لبنان اللي عنده خيارات أخرى يحط لناها على الطاولة مش يأوص عليها كل المتضرر بتلاقي كل ما نخطب خطه بتلاقي بيرفع صوته بتقولي هذا من هم الذين هم متضررون معي الوزير بإجاز ماذا حققتم حتى الآن ما عجزت عنه الوزرات السابقة أولا خطة كاملة متكاملة اثنين حققنا إجماع على الخطة من كل من بحثت معه وكل من اطلع عليها ثلاثة إجماع الصناعيين على أن هذه الوزارة هي معهم وليست ضدهم أربعة إجماع الجميع بأن خطة الحكومة في هذا الاتجاه هي خطة ثابتة وجيدة ونمشي بالليستة يعني بعدين مشاكل اللي عم بيعانوها الصناعيين أو كانوا يعانوها مع بعض الوزارات الأخرى يعني واضح أن ننتهد الدعم اللي قدمناه للمواد الأولية كمان واضح أنه نحن قدمنا دعم لكل المواد الأولية وبالأخص الغذائية وكل ما هو مشمول فيها هذا نجاح نجاح أن الناس عم تحكي اليوم عن الانتاج والصناعة هذا نجاح تغيير أهم نجاح ممكن يحكوا في الناس ولازم تحكي في الناس وتكرروا الناس مش للوزارة للبنان هو أننا بدأنا نتحدث عن الانتاج كأولوية أولى في لبنان كأولوية أولى الاقتصاد اللبناني عندنا تغيير تبديل يجب أن يحصل بالتفكير اللبناني من الريع للانتاج هذا التبدل بدأ بالحصول ونحن هذا اللي بنقول بده يتغير عم يتغير نجاحاتنا هي أن يبدأ اللبناني واللبنانية أن يبدأوا بأن يعتبروا الانتاج أولوية في كل شيء وانت بتشوفي لكل عالم مش بس عم يحكوا فيها بدأوا بالتنفيذ يعني عم تشوفي عنا طلبات كثيرة للمصانع على سيريا طلبات متعددة عنا مستثمرين كثر نحن نحن وياهن عم نحدد الاستثمارات اللي حياخدوها عندنا مناطق في البقاع وعكار والجنوب وغيرها من المناطق بدأنا نشوف بعض البرامج بدأت بالظهور اهتمام رهيب بعدين ما تذكر المصنع ما بيخلق بليلي وضحاها يحتاج الوقت المصنع ما بيخلق بليلي وضحاها عنا سبع مصانع للدوى عم تقدم لأنه تاخد طرخيص هذا غير مسبوق وتكون عندك 10 أو 11 مصنع وخلال مدة 3 أو 4 شهر بالرغم من كورونا عندك هل هذا العدد من الاهتمام هذا مش قليل هناك استثمارات بمليارات الدولار بدأت تتحرك باتجاه الصناعة ولكن بيقولك يا همنا الأول والأخير هو القطاع المصرفي أن يعيد الثقة بلبنان للقطاع نفسه لنفسه لحتى المستثمر يثق أنه يحط فلوسه وهيدا الشيء اللي بعد بصراحة ما قدرنا نتخطى ومن هون دعوتنا نحن أقله في الوقت الحالي لمصرف استثمار صناعي أو صندوق استثمار صناعي من الفراشماني ما الناس ما تخاف أنه إذا حطوا استثماراته من عبره مش هتروح استثماراته يعني تحدثت ربما عن هذا المصرف وربما دعوت مصرف لبنان أيضا إلى الاستثمار بهذا المصرف مصرف لبنان عبر حاكم مصرف لبنان اتفق نحن إياه أنه هذه فكرة جيدة ونحن نبحث معه عن مستثمرين وعن كل الأليات للمصرف وبالطبع نرجع للثقة عامل الثقة نحاول إعادة عامل الثقة في لبنان في القطاع المصرفي وإن شاء الله قريبا نبدأ نشوف نتائج بهذا الاتجاه وزير الصناعة دكتور عماد حب الله شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء حلا وسهلا شكرا لزيارتكم شكرا لزيارة عامل الثقة شكرا لزيارة عامل الثقة شكرا لزيارة عامل الثقة